اشتركوا في القناة مدير التنفيذي السابق في عدة ازمات مع عدد من موظفين نادي المحسوبين على المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور واشرت الى ان الخلاف وصل لدرجة فصل بعضهم علاوة على عدم تمتعه بالخبرة الكافية لادارة نادي كبير بحجم وقيمة الزمالك وشددت على ان هذا الامر بعكس البناني الذي سبق له رئاسة المجلس القومي للرياضة في العقد الماضي ويمتلك خبرات ادارية كبيرة بالاضافة الى درايته بالملفات الرياضية ردد دكتور عماد البناني على انباء اعتذاره عن عدم تولي مهمة المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية وذلك بعد غضب جماهير الزمالك واكد الدكتور عماد البناني انه مستمر في مهمته كمدير تنفيذي لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية ولا صحة تماما لما تردد حول اعتذاره عن عدم استكمال المهمة ومؤكدا ان الزمالك نادي عريق والجميع يسعى للحفاظ على استقراره واعادته لمكانته في اسرع وقت واضاف البناني ردا على انباء غضب جماهير الزمالك ان لا اهلاوي ولا زمالكوي جئت لمهمة محددة ولن اتراجع عنها وهدفنا الوحيد هو الدعوة لجمعية عمومية واجراء انتخابات الزمالك في اسرع وقت ممكن وتسليم النادي لنجلة منتخب وشدد على انه لم يتخذ اي قرارات بشأن النادي كما تحدث البعض وكلما حدث عقب صدور القرار هو جلسة تسليم وتسلم مع مدرية الشباب والرياضة بالجيزة واليوم سيبدأ العمل الرسمي داخل النادي والدعوة للجمعية العمومية احمد سليمان عبر فيسبوك لواء حسن موسى كابتن مصر والزمالك للعصر الزهبي للهوكي حب الناس كنزي كبير ميدو عبر تويتر من يعتقد بان الهدوء عاد للزمالك باستقالة مجلس ادارته فهو واهم الحرب بدأت وتابعت اتعلمه الان لماذا حربت اللي تبدأ الفوضى مبكرا مرتضى منصور ورجاله لم ينسحبوا من المشهد ورجال ممدوح عباس يحاول رد الجبيل بعد وجودهم على البايرول لسنوات وسنوات وسيادة الوزاء الوزير الحائر يرضي مين ولمين واضف في وسط كل هذه الفوضى يتمنى البعض ان يترك ابناء النادي المخلصين المكان ليغرقت لتتحقق امنياتهم الذي يعمل عليها منذ سنوات بان يهبط الزمالك الى الهاوية ووصل لذلك اؤكد دائما باننا سنقف دائما بجانب النادي وسنتأكد دائما بان عجلة العمل داخل النادي لن تتوقف ولو ليوم واحد العمل مستمر داخل قطاع كرة القدم قطاع الناشئين جاهز للموسم والفريق الاول سيكون جاهزا للموسم بالامكانات المتاحة الان ميدو انا راجل واقعي اتعامل مع الواقع دون ان احلم الحياة علمتني بان لا احلم الا وقت الاحلام والوقت الحالي ووقت العمل على الارض داخل الزمالك واستكمل مرة اخرى رسالتي للجماهير بان تتوحد وبان تقف بجوار النادي كما تفعل دائما خاصة في هذا الوقت الصعب واختتم لا تنجرف وراء اللجانة الالكترونية المأجورة التي اصبحت محترفة بعد سنوات عمل طويلة لصالح اجندات اشخاص بعينهم في توجيه بعض من صغار السن من الجماهير كابتن محمد ابو العلا هو المدير التنفيذي حسن موسى نخور اكتر من اللازم والليه قد يكون غير مناسب لمسألة الخروج الامن للمعتوه ايمان يونس قال انه يعرف عماد البناني على المستوى الشخصي متسائلا عن انتماؤه مؤكدا ان اذا كان اهلويا يعد فاقدا لحقيقته داخل الزمالك واكد ان البناني قيمة ادارية غير عادية لكن لا بد ان يوضح ميوله من اجل استمراره استمرار عمله داخل القلع البيضاء واوضح ان الزمالك في فترة صعبة مشيرا الا ان النادي يحتاج الى اشخاص لديهم قدرات على التجاوز الازمات ولا يكون كثير الشكوى بل لديهم افكار بناءة تفيد النادي وكشف ان النادي يحتاج ان مجموعة عندها افكار ولا يعشقون الكراسي او التسلق عليها خاصة ان هذه النوعية تتوجد بكثرة وتبحث عن المناصب واشار الى ان الزمالك يحتاج رجال ينقضوا من الازمات بعيدا عن عاشقي الشهرة والمناصب مؤكدا ان النادي غني بابنائه القادرين على انقاذ الزمالك من محنته ايمان يونس عملية الاصلاح قاسية وصعبة رغم وجود دعم كبير من مسؤول الدولة وجمهي النادي الزمالك لكن الازمة دائما في بعض النفوس من منتصلق الكراسي والبحثين عن الشهرة لكن نادي الزمالك يحتاج لاشخاص من اصحاب الخبرات للعمل من اجل مصلحة النادي واضاف الزمالك يحتاج لاشخاص لديهم تحدي من اجل النجاح واي شخص سيتقل انتخابات النادي عليه ان يعلم حجم الازمات في النادي الفترة المقبلة تحتاج لاشخاص لديهم مواصفات معينة اتمنى ان تختار الجمعية العمومية اشخاص قادرين على تمثيل النادي بعناية شديدة ايمان يونس اللجنة الثلاثية حاليا تحتاج للدعم في المرحلة المقبلة وعماد البناني لديه خبرات ادارية واشهد له بالكفاءة لكن انا قلت لوزير الشباب والرياضة على تويتر لو الدكتور عماد البناني لو كان اعلن انتماؤه للنادي الاهلي فوجوده هيكون مقلق للوضع العالم العام في النادي لان الناس في الزمالك حساسين جدا والناس ليها وجهات نظر واوضح لكن لو ما اعلنش ده يبقى ينور واهلا به هو شخصية عزيزة وانا بحبه جدا والزمالك يحتاج لمواجهة كاملة وشاملة داخل النادي ايمان يونس فريق يد الزمالك قدم مستوى جيد وهو يواجه الكويت الكويتي واللاعبين قدموا ما عليهم وهم يعانون من عدة ازمات والزمالك لديه كوادر قادرة على العمل ونحتاج للعمل بالاخلاص وان يبعدوا عن اطماعهم الانتخابية في الاقتراهن واتما الزمالك يحتاج نوعية معينة في المرحلة المقبلة ستكون اصعب عملية انتقائية للجمعية العمومية ولدينا امال كبيرة في اصلاح الامور اللواء احمد سليمان نادي الزمالك بتاريخه عرقته شعبيته العظيمة يمتلك من ابنائه المخلصين المنتمين له قلبا وقالبا من يمتلكون خبرات ادارية وفنية عظيمة في كافة المجالات وهم الاكدر بقيادته في الوقت الحالي الصعب جدا واضاف الزمالك يحتاج تكاتف كل ابناء النادي خلف لجانه لجنة يقودها كادر زمالكاوي محترم ولديه انتماء للنادي ليس ما تم افساده مع تقديرنا للجميع الزمالك لابناؤه وينهض بابناؤه جمهوره العظيم واختتم الزمالك لجمهوره جمهوره وابناؤه سيعود اقوى ايسا فاروق نجم الزمالك السابق الى هذه الدرجة لا يمثل نادي الزمالك اي شيء بالنسبة للمسؤولين عن الشأن الرضادي في مصر لك الله يا زمالك يوسف حمدي نجم الزمالك السابق الزمالك معرفش يعوض رحيل طارق حامد او فرجاني ساسي او حتى اشرف بن شرقي واضاف خير الزمالك وفضله على امام عشور كبير اوي والسبب الاول في تواجد امام مع ابو انتخب مصر نادي الزمالك وسبب تطوير اللاعب هو الفارس الابيض يوسف حمدي ناصر منسي الظروف مخدمتوش بالشكل الامثل والنتائج السيئة ما ساعدتش اللاعب يوسف حمدي اذا كنت مكان عماد البناني المدير التنفيذ الجديد لنادي الزمالك اول شيء سوف اقوم به حل ازمة ايقاف القيد يوسف حمدي الزمالك سيبدأ الموسم معه بشكل قوي لكن الزمالك في حاجة الى العديد من العناصر المميزة واختتم لازم اللاعب الكبار تقف جنب النادي والكلام ده لا اكتر من لاعب كبير في النادي مش تقلل اللي ابتاخده لكن تحاول تصبر شوي على النادي اللي كبرك هشام ناصر رئيس اتحاد اليد الصابق جماهير نادي الزمالك دي حاجة خصة وفي مقولة بتعجلني جدا لجماهير الزمالك وهي ان انا بنشجع الزمالك علشان يكسب مش بنشجعه علشان بيكسب واشار الرياضة المصرية لم تكون مفتقدة نصف قوتها بسبب ما يحدث في الزمالك والمشاكل اللي بتحصل واضاف بوجه كلام لجماهير الزمالك لم يتبقى من النادي الا اسمه وجماهيره وهي اللي هتقوم النادي ده وتابع نادي الزمالك محتاج دعم من ولاده اولا اللي هم اختفوا الفترة اللي فاتت ونادي الزمالك عنده كوادر وكفاءات كتيرة يقدروا ينقذ الزمالك بسهولة جدا هشام ناصر قبل سنتين طالبت بتدعيم الفريق الاول لكرة اليد في ظل تقدم السن ببعض العناصر ورحيل لاعبين مميزين مثل يحيى الدرع وشقيق وهوسيف واخيرا حسن قداح وتم تجاهل ضم لاعبين من العناصر المميزة وتابع حزنت للتقصير في إبرام تعقدات وتوقيع عقود مع لاعبين شباب وبعضهم رفضوا التوقيع مؤخرا واخرون سافروا خرج مصر وفريق الزمالك جاب عنه خلال البطولة العربية مصطفى بشير بعد رحيله على الفريق وكذلك إصابة أكرم يسري كما قدم أحمد سامح مستوى طيب رغم صغر سنه الفريق في حاجة للدعم بشكل قوي وأعتقد أن ذلك سيحدث في السنوات المقبلة بعد غلق باب القيد وهناك لاعبين لم يتم قيدهم بسبب أزمة مستحقات اتحاد اليد هشام نصر أحمد الأحمر أيقونة اليد والألعاب الجماعية في مصر وهو الأفضل على مر التاريخ وفقا لرأيه الشخصي وهو قدوة لزملائه هو شخصية قيادية ولديه أخلاق حميدة وقدم اعتذاره مؤخرا على اللاعب الدولي وهو قرار جيد رغم صعوبته عليه واللاعب سافر مع بعثة الزمالك رغم وجود والده في غرفة العمليات هشام نصر فريق الكويت الكويتي استعانى بأفضل المحترفين لكن ما حدث العكس في الزمالك هناك نواقص وعدم وجود دعم قوي والظروف وأزمات عديدة تحيط بالفريق مؤخرا والفريق افتقد عناصر هام ويجب توجيه الشكر للمدرب أحمد رمضان هتلر الذي بذل مجهودا كبيرا رغم صعوبة الأمور والكل يتافانى من أجل النادي والزمالك كان سيتوج باللقب لو كانت صفوفه متكاملة هشام نصر أحمد رمضان هتلر يريد التعلم والعمل مع مدربين من أصحاب الخبرات وهو شخصية جديرة بقيادة نادي الزمالك بكل تأكيد وتعاقد العرب القطري مع أحد لاعبي الزمالك حدث بسبب خطأ إداري وعدم إبرام عقود لللاعبين الشباب والزمالك لديه لاعبين صغار مثل مؤمن الوينجي رايت وأحمد سامح وبوشة وغيرهم وهناك عناصر مميزة وأطمئن الجماهير أن الفريق سيواصل المنافسة رغم حاجته للدعم واختتم جمهور الزمالك حالة خاصة لا يتوقف عن تشجيع النادي مهما كانت النتائج وما سيعيد النادي الأبيض هو جماهيره وشعبيته وتاريخه والنادي يحتاج لدعم من أولاده الذين اختفوا في الفترة الأخيرة الرضا عبد العال المفروض يطلع بيان من وزارة الشباب ورياضة يقول إيه سبب رحيل اللواء حسن موسى هل بسبب أنه كان بيطلع بيتكلم بشكل غير تعليمات الوزارة والراجل وعد بحل أزمة القيد وتجديد عقود اللاعبين وأشار الكلام على الدكتور عماد البناني أنه أهلاوي وفي إحدى المرات التاريق على نادي الزمالك وما ينفعش مسئول يتاريق على نادي الزمالك وبعد كده أجيبه مسئول الرضا عبد العال هل ينفع لو الأهل في أزمة أجيب له واحد زمالكة وهو اللي يدير الأمور ولو حصل نفس الأمر في الأهل ما ينفعش ساعتها نودي أي حد في الأهل يكون فيه أي ريحة خاصة بالزمالك ويوجه عبد العال رسالة لوزير الرياضة بقول للوزير أشرف صبحي اجتنبوا الشبهات المفروض اللي يتولى المهمة يكون من ولاد نادي الزمالك يجي ويدير لأنها فترة بسيطة من أجل تسيير الأعمال فقط لغير لأن أي حد من ولاد الزمالك يقدر يخدم من اللواء حسن موسى والدكتور عماد رضا عبد العال أنا مش مع قرار تعيين الدكتور عماد البناني لأن عليه لغض كتير فيه ناس كتيرة بتقول أنه جاي يغطي على فساد المجلس السابق أو ينفذ تعليمات معينة أو يوفق على تقسيط غرامة كهرباء كل ده كلام تقال عليه النهاردة واختتم عبد العال الفترة الجاية هنسمع كلام عن الموافقة على تقسيط غرامة كهرباء بعد تعيين الدكتور عماد البناني أحمد عيد عبد المالك نادي الزمالك عنده ولاده وكوادر محترم ما تقدر تدير النادي وترجعه وترجع ولاد وترجع ولاده يلتبه حواليه أنتوا لو عاوزين استقرار لازم للزمالك عمركم ما هتعيشونه في الرعب ده وأضاف الراجل المحترم اللي كان موجود في نادي الزمالك في فترة دي اللي هو حسن موسى اللي يتشيله وتجيب حد عليه علامات استفهام وانتماءه معروف للجميع أنتوا لو بتعندوا جمهور الزمالك مش هتعملوا كده واختتم برسالة قوية للمسؤولين قائلا سيبوا الزمالك يعيش بقى كفاية زيزو جمهور الزمالك بيشجع النادي علشان ياخد ياخد بطولات مش بيشجع علشان بياخد بطولات وده فارق كبير بينه وبين أي جمهور تاني وتابع على هامش تتوجه بجائزة الأفضل في الموسم سعيد بأنني متواجد هنا مع لاعبين كبار من الماضي ولاعبين كبار في الحاضر سعيد بتواجدي هنا هذا العام وان شاء الله أكون موجود الموسم القادم وأوضح قدمنا موسما للنسيان لكن نطمح فيه تحقيق شيء جيد للموسم القادم ان شاء الله الأمور تتحسن بدعم من الجماهير واختتم أهم شيء أن تحافظ على نفسك خارج الملعب وتكتهد أخصى ما عندك لتحافظ أفضل ما لديك وأولا وأخيرا هذا توفيق من عند الله هاني حتحود تحدثنا عن انفراجة مالية في الزمال خلال الأيام الماضية والانفراجة المالية متوقعة لأن رجال الأعمال الزمال كوية ما زالوا يفكرون في دعم ذنادي ماليا بغض النظر عن مين موجود وتابع فيه فيما يشبه حساب بنكي كل رجال أعمال رجل أعمال تولى ملفه لتزديده قصة لشبونة مع رجل أعمال هيسددها وكذلك غرامة إتشنبونج والمستحقات المتأخرة لللاعبين كل ملف رجل أعمال هيقوم به واختتم من ضمن التصورات تصور خاص بعودة بن شرق وطارق حامد للزمالك بعد رفع يقاف القيد لم يحدث تفاوض ولكنه تصور موجود إبراهيم فيق لازم يكون فيه توافر معلومات والناس من حقها تعرف اللواء حسن موسى ميشيلي وأسباب رحيله بعد أيام خليلة من قوانيه المهمة وأشار بعد الحملة التي قادها البعض على قرار تعيين الدكتور عماد البناني والبحث في صفحاته عن كل بوست وموقف داعم فيه الأهلي فهل سيكون قرار وزارة الشباب والرياضة بتغيير قرارها أم ستدعم هذا القرار وأضاف هناك أطراف كثيرة داخل الزمالك كثيرون من يحثون عن المناصب وقليلون من يحثون عن الزمالك نفسه وتابع هناك أطراف تسعى إلى تأجيل وقت الانتخابات من أجل رغبتهم في الوجود داخل النادي في إحدى اللجان المعينة إبراهيم في الجهة الإدارية تسعى بكل جهد إلى عقد الانتخابات في وقتها من أجل إيجاد مجلس إدارة يتولى إدارة شؤون النادي وتجنب الدخول في سيناريو تعيين لجان مؤقتة وهناك من ينتظر ويرقب الوضع داخل النادي بعين الشماتة وأوضح الزمالك يحتاج إلى أشخاص شايلة قلبها وترغب في العمل بفدائية شديدة ومحبة للنادي والزمالك في أزمة حقيقية ولن يقوم إلا من خلال رجال أعمال محبين فقط للنادي ويكون هناك مجموعة توزع مسألة الإنفاق على النادي بكل حب وإنكار للذات واختتم كرسي الزمالك حاليا من اللهب ومخطئ من يتصور أن مهمة رئيس رئاسة النادي سهلة لكنها مهمة شقة ولازم اللي جاي يعرف أنه هيتفهد شغل هاني حتحوت مجلس إدارة الزمالك استقال وطبعا مشكلة إدارية معناها في توطر وجاءت لجنة ثلاثية عينها الوزير عرفته أسماء ومالحقتش تتحفظ أسماءها وبعد خمس أيام تم تغيير المدير التنفيذي وتابع استبدال رئيسها بآخر وبغض النظر عن الأسباب لأنها لم تعلن ومن حق الناس تعرف الأسباب لأن نفس الجهة اللي عينت هي اللي استبدلت هاني حتحوت بغض النظر عن السبب المعنى واضح العشوائية موجودة والتنزق مستمر وشعار الزمالك الناس بتشد فيه من التجهات مختلفة ودي مشكلة ما ينفعش نفس الجهة تغير بعد خمسة أيام عمل إيه في خمس أيام طيب اعلنوا لا مش هيعلنوا واختتم طبيعي يكون لجنة ثلاثية ما يبقاش فيه حوارات ولا يحدث مشاكل الدكتور عماد البناني اسم كبير في عالم الرياضة وتواجد له سنوات طويلة بالوزارة وكان رئيس المجلس القومي للرياضة لسنوات ما نفهمه أن هدف وجوده هو تنفيذ ما قالته الوزارة لحين إجراءات الانتخابات بس كده هذه كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفقر تكون خفيفة على قلبكم مدعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب للقناة ومتشاكل جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام